مرحبا معكم سامير خوري محلل اسواملية بشركة توركس موضوعنا اليوم هو المتوسطات المتحركة ولكن قبل ما ببلش احكي على الموضوع بتمنى عليكم تقروا التحذير من المخاطر اولا ما هي المتوسطات المتحركة او الموفينج افريج يتم استخدام المتوسطات المتحركة لتسهيل المعلومات الخاصة بالاسعار من اجل تأكيد الاتجاهات ومستويات الدعم ومستويات المكاومة السلسلة الاكثر شيوعا للمتوسطات المتحركة هي 10-20-50-100-200 يوم يتم انشاء اشارة شراء عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الاكثر مع المتوسط المتحرك الاطول صعودا يتم انشاء اشارة بيع عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الاكثر مع المتوسط المتحرك الاطول هبوطا على سبيل المثال اذا صار في عنا تقاطع صعودي بين الموفينج افريج لخمسين يوم مع الموفينج افريج لمتان يوم بالتالي هذا بشير على انه في عنا زخم ايجابي زخم صعودي بالنسبة للاصل او الاسد يلي عم نحلل عنه بينما اذا في حال كان في عنا تقاطع نزولة او تقاطع هبوطة بين الموفينج افريج لخمسين يوم مع الموفينج افريج لمتان يوم هذه اشارة على انه في عنا زخم سلبة او زخم هبوطة بالنسبة للاصل او الاسد يلي عم نحلل عنه اذا ما تطلع من خلال رسمة البيانة التالي في عنا بالخط الازرق هو الموفينج افريج لخمسين يوم وبالخط الاصفر هو الموفينج افريج لمتان يوم في عنا هون التقاطع الصعودي بين هالخطين بالتالي هذه اشارة انه في عنا زخم ايجابة بالنسبة للاصل او الاصل يلي عم نحلل عنه بالنسبة لتقاطع الذهبة او golden cross وتقاطع الموت death cross يتمثل التقاطع الذهبة للمتوسطات المتحركة بتجاوز المتوسط المتحرك الاقصر للمتوسط المتحرك الاقصر بينما يتمثل تقاطع الموت بتجاوز المتوسط المتحرك الاقصر وبالتالي لما يكون في عنا نحن تقاطع الذهبة او golden cross هيدا معناتها لما يكون في عنا تقاطع بين الموفينج افريج على سبيل المثال الخمسين يوم مع الموفينج افريج لمتان يوم تقاطع الصعودي هذا يشير الى الزخم الايجابة والصعودي للاصل بينما بيكون عنا death cross او تقاطع موت لما يكون في عنا الموفينج افريج او تقاطع بالنسبة للموفينج افريج لخمسين يوم الاقصر مع الموفينج افريج الاطول الميتانيوم بالتالي هذا بيشير على الزخم السلبي بالنسبة للاصل يلي عم ندرس او عم نحلل عنه ما هو مؤشر الماك دي الام اي سي دي هو الفرق بين متوسطين متحركين في عنا خط الماك دي وفي عنا ايضا خط الاشارة او signal or trigger line اذا تجاوز مؤشر الماك دي خط الاشارة signal line صعودا هذا بيشير على انه في عنا اتجاه صعودة او زخم ايجابة اشارة صعودية بينما اذا في حال تجاوز خط الاشارة signal line نحو الاسفل بالتالي هاي دي اشارة هبوطية من خلال رسم البيانة التالي في عنا خط الازرق هو بيمثل خط الماك دي والخط الاحمر هو خط الاشارة او خط signal or trigger line يعني عملاحز في عنا تقاطع صعودي هو بين خط الازرق الماك دي والخط signal خط الاشارة بالاحمر هذا يشير الى الزخم الايجابة في عنا positive momentum بالنسبة للاسد او للاصل يلي نحنا عم نحلل عنه بينما اذا في حال كان في عنا تقاطع هبوطة بين خط الماك دي يعني خط الازرق مع الخط الاحمر لل signal line بالتالي هاي دي بكون عنا زخم سلبي او زخم هبوطي بالنسبة للاصل يلي عم ندرس عنه هادا كان كل شي لليوم شكرا للكون شكرا للمشاهدة